الكتب مواش خاص بغدا بس لكن كامل وزير اللي ادهه ألاف الجنهات من ميزانية هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاء هو كمان مدمن كتب ولسه بيجدب حتى الآن فاكرين كامل وزير لما طلق من كام يوم بعد ما زود تذكرة المترو وقال لك احنا عملنا كده عشان ندفع مرتبات الموظفين الغلابة هفكركم الفيديو الأرشيفي ده المترو ده هيئة افتصادية هيئة افتصادية المترو الأرشيفي يعني بتقبل موظفينها من عندها من دخلها من قرادتها ذاكرة يعني لو انت حضرتك في أي حتة الحكومة انت مرتبك زاد من 2019 لحد دلوقتي لا يقل عن مش هقول 200% عن 100 إلى 150% عن 100 إلى 150% أي موظف في الدولة يحسب مرتبه الذي كان يأخذه من 2019 والذي كان يأخذه دلوقتي فلا يزاد هوا موظفين المترو موظفين زيكم هل مرتماتهم زيكم من حقوق مرطباتهم زين زيكم؟ طب مرطباتهم هتزين من اين؟ هلو قاوي لكن اللي قدني الكدب ملوش رجلين ولا قدين في منصات كتير دي وقت شغالة على تصريحات المسئولين وبتفندها وبتدق كل كلمة وبتجيب لنا الزتونة والحقيقة اللي المسئول يخبيها بتجيبها المنصات دي ده اللي عملته صفحة صحيح مصر اللي نشرت بوص طويل جدا فضحت فيه تضليل كامل وزير على الشعب زي ما قالت كده ولكن الوزير يدل المواطنين إذ أنه بما رجعت قائمة مصروفات الهيئة القومية للأنفاق أظهرت أن إرادات التشغيل من تزاكر المواطنين والإعلانات وغيرها تغطي تكلفة الأجور والصيانة ومصروفات التشغيل الإجمالية وتحقق فائدا أيضا لكن ما يلتهم الموازنة هو بند المصروفات الأخرى إيه بقى الأخرى دي؟ يتضمن فوائد وأقصات القروض بجانب بنود الاستخزامات الاستثمارية كيف يضل الوزير المواطنين؟ حديث الوزير غير دقيق ومضلل إذ بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة سنة 22-23 مليار ومية وخمسة عشر مليون جنيه في حين أن إرادات الهيئة من التشغيل بلغت 4 مليار و 64 مليون جنيه أي أن إرادات الهيئة من التشغيل تغطي مصروفاتها وتحقق فائد يبلغ قدره 2 مليار 949 مليون جنيه وذلك بحسب التقارير المالية الواردة في قانون ربط الموازنة الخاصة بالهيئة الاقتصادية وفي تقديرات الموازنة الجديدة للعام الحالي 23-23 بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة مليار و 71 مليون جنيه أي أنها قلت عن العام الماضي في حين زادت إرادة التشغيل والنشاط إلى نحو 4 مليون و 785 مليون جنيه 4 مليار و 785 مليون جنيه بصافي ربح قدره 3 مليار 714 مليون جنيه أي أن صافي أرباح الهيئة زاد بنحو 764 مليون جنيه و 975 ألف الأجور في مقابل ذلك وعلى عكس ما يدعي وزير النقل لم تشكل مصروفات الهيئة التي تندرج تحت أربع بنود وهي الأجور خامات مواد قطع غيار وقود مصروفات أخرى أعباء وخسائر نسبة 10% من إجمالي استخدامات الهيئة القومية للأنفاق في مقابل الاستخدامات الاستثمارية التي تبلغ أو تبتلع 90% من استخدامات المصروفات ورغم ذلك كانت البند الأكبر في تلك المصروفات الأربعة هو بند المصروفات الأخرى والذي زاد منذ أن تحولت الهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية غير هادفة للربح إلى هيئة اقتصادية من 143 جنيه سنة 2021 إلى 15 مليار جنيه في موازنة العام الحالي إلا أن أحد المحللين الماليين قال لصحيح مصر أن هذا البند يجتمل على المصروفات الأخرى مدفوعات الاختراض من فوائد وأقصاد وقد يكون زيادته بسبب توسع الهيئة القومية للأنفاق في الاختراض وبسبب العجز زادت الهيئة من سعر تسكرة المترو أكتر من مرة والتي ارتفعت معها إرادات الهيئة القومية للأنفاق من التشغيل من 1 مليار فاصل 9 مليون في سنة 17-18 إلى 4 مليار فاصل 800 مليون في العام المالي الحالي وفقا لتقديرات الهيئة وبذلك ارتفعت إرادات الهيئة بأكتر من 152% كنتيجة مباشرة لزيادة قيمة تسكرة الكوب المترو كما زادت إرادات الهيئة التشغيلية اليومية في المتوسط إلى 13 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة ب5 مليون جنيه يوميا في 17-18 كذاب كذابين وهو الكلام قدام بعضه عشان تعرف يا كامل إنك كذاب كذاب زي اللي مشغلك كذاب زي بقية النظام اللي بيغدأ الشعب وبتحك عليه وينهب فلوس الدولة وفلوس الناس الغلابة دي هم خبرينهم واحد في 2-1-24 والتاني في 7-1-24 كامل وزير بيقول أحد أسباب رفع تزاكر المترو الأنفاق والزيادة في رواتب العاملين بالهيئة القومية ما جعلنا نلجأ لرفع أسعار التزاكر لتغطية التكاليف مرتبات الموظفين في المترو منصة صحيح مصر قالت بلغت قيمة الأجور وتكاليف تشغيل مترو سنة 23 مليار ومية وخمساشر مليون جنيه بينما بلغت إرادات الهيئة أربعة مليار واربعة وستين مليون جنيه أي أن هناك فائد من قبل ما تزود أهو في فائد عندك يبلغ أكتر من 2 مليار بحسب قانون ربط الموازنة لا ويجذبوا إيه زي غدا ولي كده يجذبوا بشجاعة سوري بوقاحة بيجذبوا كده اللي هو كده إيه عين عينة هنزود الموظفين هو عنده فموس جواه بس هنزود الموظفين قلت لك أنا مش فنانة قمت بشتغلي إيه؟ هل هيتحاكم كامل وزير على كده زي ما تحكمت غدا ولي؟ طب أنا عني سؤال تاني مش بس كامل كامل إنت لو مسكت واحد واحد في البلد دي حد السيسي هتلاقي نفسك عايش على بحر من الكذب التزوير